حرب مستعرة في أوكرانيا يمثل المدنيون ضحيتها الأولى كما جرت العادة في كل الحروب لا سيما تلك التي يرافقها غزو عسكري وما جرى في العراق أثناء الغزو الأمريكي عنها ببعيد لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا حثت دول العالم على العمل للحيلولة دون أن يكون مصير أوكرانيا مثل سوريا التي دمرت وكانت مسرحا لمقتل وإصابة وتشريد ملايين المدنيين على يد الآلة العسكرية التي كانت لروسيا حصة كبيرة منها وها هي اليوم تعيد للكرة في جارتها أوكرانيا وحذر رئيس اللجنة بولو بنهيرو من أن يكون مصير الأوكرانيين مشابه لما عاناه السوريون على يد الروس فيما قال عضو اللجنة هانم جالي إن القوات الروسية الموجودة في سوريا تسعى لإبقاء النظام لكنها تستخدم ذات السلاح في أوكرانيا لإسقاط الحكومة في غضون ذلك قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه وثق سقوط 516 قتيلا وتسعمائة وثمانية مصابين من المدنيين خلال الأسبوعين الأولين من الحرب مشيرا إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب غياب الإحصائيات في العديد من المناطق التي شهدت معارك والقصف الروسي تسبب بسقوط ضحايا وفقا لشهد عيان بينما تؤكد السلطات الأوكرانية أن القصف الروسي استهدف بشكل متكرر أهدافا مدنية بما في ذلك المستشفيات ودور الحضانة والمدارس ولم يكن أمام المدنيين الذين أقطأتهم القذائف الروسية في المدن التي تحتدم فيها المعارك سوى الفرار إلى مناطق أكثر أمنا أو إلى دول الجوار الأوروبي التي تجاوز عدد اللاجئين فيها المليونين بحسب الأمم المتحدة وسط توقعات بوصول العدد إلى خمسة ملايين في حين يبقى مصير آخرين في بلد يتجاوز عدد سكانه الأربعة والأربعين مليونا مرهونا بتطورات المعارك التي لا يوجد ما يوحي بانتهائها قريبا ترجمة نانسي قنقر